يسعد اوقاتكم اليوم رح نعمل اشهى وجبة غداء سريعة وان شاء الله رح تنال اعجابكم وبتمنى انكم تجربوها في البداية رح انقع كوبين ارز بسمتي في الماي ورح اضع ملعقة كبيرة من الملح طبعا انا بضيف الملح مشان الرز ما يخبص معي ويضل مثل ما هو وزي ما انتو شايفين رح اضع ملعقتان كبار من ازات النباتة وبصلة مقطعة ورح احرك البصلة حتى تذبن معي حبت فلفل رومي مقطع طبعا ايلون انت بترغبيه فيك تضعيه ورح احركه على نار هادية وبعدين رح اضع حبة بطاطا مقشرة ومقطعة على شكل مربعات بالحجم اللي بترغبوه رح اقلبهم مع بعض وبرضو رح اضيف ملعقة صغيرة من الابهارات المشكلة وبرضو ملعقة صغيرة من الكاري وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وملعقة صغيرة من معجون البندورة ورح احرك المكونات بشكل كتير ميح والخطوة اللي وراها رح اغطي الطنجرة واتركها على نار هادية لمدة خمس دقائق ورح اضيك ملعقة صغيرة من الملاح وملعقة صغيرة من بودرة ملقة الدجاج واقلبهم مع بعض ورح اغمل البطاطا بالماء واغطي الطنجرة واتركها حتى تغلي وبعد ما غلط معي رح اضيف الرز المنقوع طبعا انا هون صفات الرز وغسلته كتير مليح ورح اتركهم لمدة دقيقتين حتى الغليان ورح اغطي الطنجرة واتركها على نار هادية لمدة 20 دقيقة وبعد ما استمر رز معي رح اطف النار عليه وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة بتمنى انكم تجربوها تكتبونا رأيكم وقالف صحة وهنا تكتبونا رح اطف النار عليه